وأيضا من واشنطن ينضم إلينا روفين عازر نائب السفير الإسرائيلي في واشنطن لنستكمل معه في مسألة الوساطة الأمريكية سيد عازر لدينا الآن مساعي تهدئة وفكرة وساطة أمريكية من الرئيس الأمريكي نفسه ولدينا أيضا قوات احتياط تستعد الاجتياح بري أي من هذين السيناريو هل نتوقع؟ أولا لازم نفهم سعيد أن ستة مليون مواطنين إسرائيليين موجودين تحت تهديد لأن حماس أطلقت مئات صواريخ ضد إسرائيل وهذا لم نقبله إسرائيل تضافي عن نفسها وهذا الحالة أن ثلاث ربعات من إسرائيل موجودة تحت اكتحام هو زي الولايات المتحدة كانت تحت اكتحام على مئتي مليون مواطنين أمريكان وإذا يوجد اكتحام على تل أبيب والقدس هذا هو زي اكتحام على واشنطن ونويورك وإسرائيل يجب أن تأخذ الخطوات المناسبة لتضافي عن نفسها الآن طبعا نحن في كم أيام في الماضي قلنا أن الهدوء مقابل الهدوء سنقبله بس للأسف الشديد الذي حصل هو أن حماس استمرت في إطلاق الصواريخ الآن إذا هناك مبادرة لوساطة أي مبادرة سياسية التي تجيب لإيقاف الصواريخ سنقبلها طيب وماذا عن الاجتياح البري؟ هل هو وشيك؟ ما الهدف منه أيضا؟ الهدف لكل العملية الإسرائيلية العملية الجرف الصامد هو إيقاف الصواريخ الحكومة أعطت السماح لجيش الدفاع الإسرائيلي أن يأخذ كل الخطوات حتى يكون جوية برية أو بحرية وهذه العملية ستستمر لحد نيجي للهدف وهو الهدوء في إسرائيل هناك كلمة مرتقبة بعد قليل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ماذا نتوقع منها؟ نحن لازم نستنى لكن أنا ممكن أقول لك أن رئيس الحكومة هو المسؤول على الأمن للمواطنين الإسرائيليين ولذلك أنا أعتقد أن رئيس الوزراء سيقول للمواطنين الإسرائيليين أن هذه العملية ستستمر لأن المسؤولية جيش الدفاع الإسرائيلي أن يوقف هذا إطلاق الصواريخ وهذا ممكن أن يكون طويل لا